أعطيكم العافية اليوم طلب مننا خالد الراشد نعمل فيديو عن سيرفيس أونتريو اللي هي جهة حكومية بقلب مقاطعة أونتريو بكندا اللي بتعمل كتير أشياء خاصة بتسهيل أمور الناس اللي عايشين بمقاطعة أونتريو من الخدمات اللي بتقدمها هي مقصمة إلى أشياء اللي خاصة بالسيارات والسواء والشركات وبعدين الصحة وآخر شي متل اللي ما عندو وراء سبوتي بقدر يعطوه أشياء إذا كان عايش هنا وكمان في عندن أشياء خاصة بالبرية اللي هي رخص صيد رخصة يعني كم شغلة وبس هده الكم خدمات اللي بي عندو فاليوم نحن هنبكز أكتر شي على السواءة وعلى الصحة لأنه ما كتير عندي أهلم بأشياء البزنس طالما ما كتير يعني تشتح نفسيا وكمان بركب نحكي عن الوراء السبوتي اللي ممكن يقدر يخدمه فحنبلش بقصة السواءة فمن الأشياء اللي إذا واحد إيجا لهون جديد وبدو أول شي دايما يطلع دفتر السواءة مشان يقدر يسوقه فهون واحد بيقدر يعمل دفتر السواءة هلأ في شغلة مهمة واحد يعرفها إذا واحد عم بعادل شي من برات أمريكا أو أوروبا بدي يروحها لجهة حكومية تانية اسمها drive test بأونتاريو لحتى يعمل التقديم الأولة لأنه بيكون فيه مثل معاملة لو واحد يعملها سيرفيس أونتاريو بس بتخليك تجدد دفتر السواءة إذا كان أنت عندك واحد وحينتهي مدته وتجدده بس التجديد أما أول مرة تقديم واحد بيروح على drive test بأونتاريو فهون من الخدمات اللي متقدم أول واحدة play sticker renewal اللي هي لما واحد يكون عنده نمرة سيارة لما بدي يجددها بيكبس على هالرابط وبيروح عليه التاني واحدة يلي هي driver license renewal اللي هي بس تجديد الدفتر السواءة التالت يلي هي vehicle registration يلي هي لما واحد بيشتري سيارة بدي يسجلها فبيعطوه النمرة replace a lost stolen or damaged license plate يلي هي إذا واحد خربت أو ضاعت أو انسرقت نمرة السيارة بيقدم تقريره هون وبيطلب واحدة جديدة وكمان في واحد يدفع الفاينز يعني إذا واحد عمل مخالفة أو صف محل غلط أو شو ما كان بيقدر يدفعه هون وكمان إذا واحد دفتر السواءة تبعه لأنه عمل غلط أو شيء مثل انسحب منه فيه تكاليف بيقدر يدفعه عن طريق هالويبسايت driver record يلي هي إذا واحد طلب إنه معلومات عن كم سنة أنا كتعمسوه وإذا عنده مخالفات يعني مثل اسمها driver record يلي هي الهيستري تبعه السواءة يلي هي درايفت تست أنتاريول يلي هي بتساعد لتقدم على دفتر السواءة الأول مرة وفي شوية تفاصيل مثل بايور سالة اليوزد هيكل بيعطوكم شوية تفاصيل إنه شو المفروض تعمل لما تشتريش شو الإنسبكشن المطلوبة إخواني مقاطعة تانية أو مدينة تانية في أمريكا هاي مين بتتطبق بأمريكا أو كندا إنه بيقدر يحول دفتر سواء من مقاطعة تانية لأنتاريو ومقاطعة تانية هي كمان واحدة من الأشياء اللي في عملها إنه إلما يطلب نمرة سيارة بيقدر يعملها بمقاطعة اللي هي يكتب فيها مثلا بدل ما تكون أرقام مثل ما الحكومة بتعطيها بتكون مثلا مكتوب اسمه أو شي بس عادة بتكون شوي أغلى وفيه كالركرد إذا واحد بده يشتري سيارة وبده يعرف إذا كان عام لحادث أو ما شوي بيروحها الفيه كالركرد بيطلبها وبظن 25 دولار بيدفعه وبيعطوه كل التفاصيل واكسسابل باركينج بيرميت هي إذا واحد لا سمح الله عنده إنه إحتياجات خاصة بيعطوه متل بيرميت اللي هي بحطه على السيارة ليقدر يصف بالمحلات المخصصة للإحتياجات الخاصة وهدول هنه الأشياء اللي خاصة بالسواقه بالبزنس بس حترجمها لأنه مثل ما قلت ما كتير عندي يعني استعملت هالخدمات فما كتير بعرف عنه أول واحدة هي اللي هي إذا واحد بده يفتح يمكن بزنس بقدر يشوف هون إنه هالإسم اللي أنا بدي أحطه للبزنس مأخود أو بقدر إذا ما إنه مأخود بقدر يقدم طلب ليطلبه وبعدين يعني بس يجدده كل سنة أو كل ما بعرف قده برايفت سيكوريتي يعني انبستيجيتر هاي هي نوع محدد من البزنسز اللي خاصة بالحماية والتدقيق أو هاك ونوت فور بروفيتس يلي هي الشركات يلي هي مش للربح يعني مثل الخيرية بقدر يقدموا طلبات هون لحتى يقدروا يشتغلوا القصمة الثالث من الخدمات هو يخصوا بالصحة فأول واحدة أهم شي اللي هي هالث كارد رينيويل هاي تجديد بطاقة الصحة وأكيد منها إنه واحد يعني مثل ما بتشوفه رابع واحدة اللي هي فرست تايم هالث كارد سواح بدي يقدمها لأول مرة اللي بعدها أورجن انتشو دونيشن اللي هي إذا واحد عنده هالث كارد بينصحوا إنه تعمل اللي صمح الله توفى أو مات إنه يعمل دونيشن تبرع لأعضاؤه لناس تانين عايشين بحاجة ليلة اا ام ا diferenclass cancel or change information اللي اللي هي التانية واحدة هاي من اللي إزا واحد يجدد معلومات الصح style عاصه 1972 لإني عاصل technology يغير الكارت لأنه نكسر أو بدي يعمل تفاصيل جديدة مثل ما بعرف غير اسمه أو شي بيغيره الهلث كارت فهي أهم شيء الأشياء اللي خاصة بالصحة بعدين الأصمة الثانية اللي هي ما هنقول بطاقة هوية بس مثل بطاقة عارفية يعني إذا واحد بده يغير عنوانه بمقاطعة أنتاريو اللي هي بتغير العنوان على دفتر سواقة وعلى ورقة الصحة بيعملها هون كمان إذا واحد بده يغير اسمه بيبلش المعاملة هون بير سرتيفكت اللي هي لما واحد يولد بأنتاريو بقدر يقدم على يعني أهله بقدموله على الورقة الولادة بير سرتيفكت كمان لما واحد يتزوج بقدم علىها أنتاريو فوتو كارت للناس اللي جايين لهون وما هيطلعوا دفتر سواقة بقدر يطلعوا مثل بطاقة ان هون عايسين بأنتاريو انه هون في كتير أشياء بيطلبوا منه الواحد انه بدنا نعرف وين انت عايش مشان يمكن يقدم لخدمات محددة فهاي بتساعدوا لهالشي وبعد نيوبون بايبي راجستريسن هاي جزء من تقديم على وسيئة الولادة بدن يسجلوا للولاد لا يعرفوا شو اسم الأهل وكم تفاصيل زيادة وآخر شي ده السرتيفكت يلي إذا واحد توفى بدك تقول للحكومة بتعملها عن كمان فهي الأشياء الأهل وآخر هذا الأوتدورز يلي هي إذا واحد بده يعمل رخصة للصيد أو كمان رخصة يعني صيد على الطريق مثل صيد السمك أو صيد طيور أو غزلان أو شي وكل واحدة إلى نوع محدد آآ مشان واحد يقدر ياخد الموافقة المسبعة آآ فهذا هو الأشياء الخدمات اللي بتقدمها سيرفيس أونتاريو وإذا واحد عنده أي أسئلة يعني ما تستحوا خبرونا مع السعينة